السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله الرحمن الرحيم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حوالين المودة والرحمة ما بين الزوجين هنتكلم عن حلقتنا النهاردة وإزاي ندير الخلافات الزوجية ما بين الزوج والزوجة علشان ما يوصلوش لمرحلة الانفصال والطلاق وهدم الأسرة اللي هي أساس المجتمع عشان كده بعانا ومعاكم الدكتور ربي حسين الاستشاري النفسي والأسري أهلا بحضره يا فندم أهلا وسهلا بيك يا أستاذ النور الله يسلم حضرتك هندخل في الموضوع على طول يا فندم عشان معنا دلوقتي أسئلة كتير جدا وعايزين لي أجوابها وسيح حضرتك سيد من يقول فيها إزاي نعرف إن بقى في مشكلة ما بين الزوجين الأصل يا أستاذة نورة إن كل زوج من الزوجين يكون عاوني للآخر إمتى يبقى فيه ضوء أحمر إن الطرف الآخر بيمثلي مشكلة لما حس إنه عبق علي عبق علي في الأسئلة عبق علي في النفقة عبق نفسي عبق مادي عبق جسدي أول ما حس إن الطرف الآخر اللي المفروض إنه دخل حياتي عشان يخليها أسهل بقت أصعب تبدأ هنا المشكلة ولذلك أنا بقول إنه كل زوج من الأزواج والزوجات لازم يكون عاوني للطرف الآخر وليس عبق عليه لازم أصحى كده كل يوم أفكر هو أنا إزاي يكون عاوني لزوجي إزاي أساعد الطرف الآخر إنه ينجح أكتر إنه يسعد أكتر إنه ينبسط أكتر إحنا موجودين في حيات بعض علشان نزود حاجة بنسميها جودة الحياة لو جودة حياتي كزوج بقى متدنية لازم أعرف إن شريك حياتي مش ماشي معي مصبوط تمام تحولت الخروجات ما بقتش حاجات كتير قوي بتتغير من فترة الخطوبة لبداية الزواج ويبتدي كل دوة بيأثر في نفسية الطرف الآخر أو شريك الحياة تم إزاي ممكن نعالج الشق أو الصدمة اللي بتكون في بداية الزواج دي قبل ما أتكلم عن إزاي نعالجها أنا عاوز أخذ من سؤالك وأقول هل في ناس نيكا دية يعني هل في شاب نيكا دي هل في فتاة نيكا دية هل في زوج نيكا دي هل في زوج نيكا دية الإجابة عندي أنا نعم تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناس مفاتيحه للخير مغاليقه للشر تمام ومن الناس مفاتيحه للشر مغاليقه للخير في ناس كده فعلا بتقوم الصبح نيتها تعمل مشكلة هو بيحب المشاكل لأنه سلبي عنده مشاكل نفسية يعني قد يكون شخصية قلقة قد يكون تحليلي بشكل كبير ما بيعرفش يخلق روح المرح والمواد ده ما بيعرفش هو الكلام حلو ما بيعرفش يمدع طيب الاستمرار مع الشخص ده حنتكلم عن الحتة دي بعد تمام حلو الكلام يبقى حنا بنقول له إنه هل في ناس نيكا دية الإجابة نعم تمام وهتلاقي نيكا دي في بيته يعني هتلاقي عمل مشاكل مع أهله قبل ما يتجوز تمام بس إحنا طبعا لما بنسأل كل واحد بيجمل ونس محترمة ونس زي الفل ودي مشاكل كبيرة على فكرة على المفروض نحاول نعالج الشاب والفتاة قبل ما يتجوزوا تمام احنا محتاجين علاج نفسي أي ومحتاجين علاج على فكرة في حاجة اسمها الترابات الشخصية personality disorders تمام الترابات الشخصية موجودة عندي ناس كتير وهم ما يعرفوش تمام بيكونوا عندي ناش حاجة اسمها السبصار يعني أنا مش عارف إن أنا شخصية قلقة تمام قلقة ده من الجحن في حياتي فأنا مبسوط به تمام الوسواس والشك والتحليل الزائد والنرجسية والهستيرية كل دي عندي كل ده هيسابهل بها شكل كتير في الزواج تمام طب في أسباب يعني مثلا أشهر يعني في خلافات زوجية يعني مثلا إيه أشهر الأسباب الخلافات الزوجية ما بين الرجل والست طيب نقول بقى من أشهر أسباب الخلافات الزوجية رقم واحد التطرف في النمط الشخصي إحنا قبل ما نتجاوز أستاذة نورة كل واحدنا بيكون عنده نمط الشخصي مثلا شخص مرح بزيادة شخصية عملية بزيادة شخص تحليلي بزيادة شخص قلق وحار وشخص تاني بارد شوية دول لما يتجاوزوا مع بعض لا يمكن ينساجموا أبدا بالضبط زي الماء والزيت لا يمكن ينساجموا هل لا يمكن ينساجموا أبدا لا محتاجين واحد شاطر دكتور شاطر ولذلك أنا بانصح دايما لازم ندخل الطرف التالي ده في حياتنا السيرد بارتي دكتور شاطر كده حكيم يبقى عمل الماء والزيت عشان نخليهم ينساجموا بنحط لهم حاجة اسمها سابونين ده مادة كيميائية كده تخلي الماء والزيت يبقى زي الفل يبقى زي الحلاوة في بعض محتاجين وانا دي ما نقول الشاب والفتاة بيتجوزوا هم في أضعف حالتهم أضعف حالتهم ازاي عضف حالتهم من حيث المعلومات ومن حيث المهارات ومن حيث القدرة على إدارة الخلافات ومن حيث القدرة على تثبات الانفعالة من حيث القدرة على حاجات كتير كل اللي عندهم نحو الزواج حماس وامنيات عاوزة بقى زوجة سعيدة عاوزة بقى زوجة سعيدة بس هنعمل الكلام ده ازاي بنبقى حابين الحاجة لكن ما بنعرفش نطبخها ما نعرفش طبخة السعادة الزوجية دايما نقول المثال ده زي ايه زي اللي بيحب البيتزا لكن ما بيعرفش يعمل البيتزا فالق كبير جدا بين اللي بيحب السعادة الزوجية واللي بيعرف يعمل السعادة الزوجية طب تمام في مقولة بتقول يعني الظلم من الظلم الاجتماعي أن يختاروا الأهل امرأة صالحة لابنهم السيء إيه رأي حضرتك في المقولة؟ المسألة دي لها شق يجابي وشق سلبي بمعنى أنه من الظلم فعلا أن أجيب واحدة بنت حلال وديها ابني اللي أنا عارف أنه عنده عيوب واجوزها له فيحول حياتها اللي كان مفروض تبقى سعيدة إلى تعيسها أو العكس طبعا أن أجيب برضو واحد طيب ابن حلال وديهه بنتي اللي هي عفريتا متعفراتا لكن فيه رؤية تانية بتقول أنه يمكن الزوجة الصالحة تعينه على أن يكون صالحا هنا قد تكون الزوجة الصالحة مدخل لحياة جديدة وعمل ما نسميه turning point أو نقطة تحول في حياة هذا الشعب وأنا شفت النماذج دي في حياتي كتير إمتى نعرف بقى المسألة بترجع لقدر استعداد الإنسان واعترافه بأخطائه أني أكون معترف بأخطائي بس أعاوز حد يساعدني غير اللي بيعاني وتقول لي أنا مش على غلط أنا دماغي زي بكده واللي حاببني يقبلني زي منا ده أقول له لا خلاص أنت مش حينفع دلوقتي خليك شواء لحد ما تعترف أنه عندك أخطائي فيه فارق كتير بين أني أكون منكر أخطائي ومش شغال على تصلحها وأن أكون معترف بأخطائي ومحتاج حد يساعدني على ده بنساعده الطرف الثالث الأفضل والأجمل طبعا أن أكون معترف بأخطائي وأنا كمان اللي بشتغل علينا صالحها خل مسألة لها شقة إيجابي وشقة سلبي طمام كان فيه برضو آية كريمة بتقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها نعم إمتى ندخل الأهل ما بين الزوجين في الخلافاتهم وإمتى نقول لهم استوب كفاية كده وقفوا عندكم يعني حضرتك شايف يعني الشقين إزاي طيب كلام الله تعالى يحتاج منا إلى تدبر طمام ليتدبروا آياته الله عز وجل قال حكما من أهله وحكما من أهلها تمام مش شخص مش فرد الحكم ده يعني إيه واحد حكيم ما روحش أجيب أخويا ما روحش أجيب أبويا أقول أول حكم بتاعي هو أبويا أبويا حيصب بالزيت على النار هيطلقني تمام أبويا الطرف أمي الطرف التاني اللي هي بطبيعتها ولفتها عليها حتطلقني حتخلينا أطلق مراتي لا حكم ده يعني حد حكيم طب ما فيش حد حكيم في الأسرتين أنا عارف أن أسرتي ما فيش حد حكيم نروح لطرف تالت محايد أروح لمستشار أسري أمال إحنا موجودين لي يا جماعة لو سمحتم يا جماعة فعلوا دور المستشار الأسري في حياتكم لو سمحتم فعلوا دور المستشار النفسي في حياتكم نداء مني لكل السادة المشاهدين والمشاهدات فعلوا الطرف التالت ده يا جماعة مهمة أوي والله العظيم كلمة واحدة ساعات بتجيلي مشكلات يا أستاذة نورة كبيرة أوي أوي أعمل بس خطة علاجية كده الناس سيقول لي المشاهد لأنت غيرت حياتنا حياتنا تغيرت هو كان محتاج كتالوك جديد بس بيستخدم الآلة بيستخدم الخلاط غلط لما بدأ يستخدمه صح الدنيا مشت كويس فكلمة حكم اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى ليس معناها أي شخص في لعب الكهرة وفي الألعاب الرياضية مش أي حد بيعرف يحكم لحنا بنجيب حكم خبير دارس وعنده شاهدات فكذلك عشان أجيب حكم من أهلها أو حكم من أهله لازم يكون واعي حكيم بيعرف يتكلم بيعرف مهارات التفاوض ومهارات الأقناع بيعرف أنماط الشخصيات بيعرف إقدارة الخلافات عنده ثبات فعالي عاوز يصلح مش عاوز يفسد بيعرف يوازن ويرى القضية من كل الأوجه حاجات كتيرة أو صفات لهذا الحكم طيب تمامي دكتور فيه دلوقتي يعني مثلا الأعمال المنزلية اللي بتكون كلها طول الوقت مثلا على الست أو مسؤولية الأبناء برضو يعني ده ممكن تكون مدعاة لخلافات تقوم بين الزوج والزوجة تقولك ما بيساعدنيش رمي الحمل كل علي مجرد أنه بيشتغل وبس وبقية كل حاجة تكون علي مثلا فهل يعني مثلا هي شايفة نفسها مظلومة ولا هي ممكن تكون هي فعلا ظلمة لأنه فعلا برضو بيشتغل وبيسعى للأم تعيشه وهي في نفس الوقت بترب الأبناء وبتاخد بالها مثلا من حياتهم يعني حضرتك شايف الرؤية إزاي طيب أنا عاوز أشرح للسادة المشاهدين أن أنا بقسم الحياة الزوجية إلى ثلاثة مراحل مهمة تمام ثلاث دواير كده ياريت كل اللي بتابعوني يرسموها الدايرة اللي أولي بنسميها المدخلات تمام والدايرة اللي في النص بسميها العمليات والدايرة الأخيرة بسميها المخرجات الدايرة اللي أولي اللي هي المدخلات هي الشاب والفتاة الشاب بقى وكل اللي بيأثر فيه يعني إذا كانت أمه بتأثر عليه يبقى معانا في المدخلات إذا كانت أبوه بيأثر عليه إذا كان صحابه بيأثروا عليه إذا كان عنده علاقات لسه فهتيبقى مشكلة عملوه مشكلة في المدخلات نقول له أنت دخلت الزواج غلط يا ابني كان المفروض تزبط نفسك الأول البنوتة برضو إذا كانت متعلقة بأبوها متعلقة بأمها بصديقاتها يبقى عندنا مشكلة في المدخلات نيجي بقى للعمليات العمليات بقسمها الأربع حاجات المتعة وذي أساس العلاقة الزوجية وأساس الحياة الزوجية والمتعة مش في العلاقة الحميمية بس العلاقة المتعة كمان في الأنس الونس الخروج الأكل الفسح المتعة لها أبعاد كتيرة ثم المسئوليات المسئوليات اللي وقعت على كتفي على كاهلي لمجرد أني أصبحت زوج بعض الشباب وبعض الفتيات بيدخلوا الحياة الزوجية بنفسها عقلية العزوبية أني دخلت متع دخلت متع دخلت متع حد يدل عني أصل ما بيدل عنيش أصل كنت مستنيح تاويني طب وإنت دورك إيه يا ماما هو أنت جاء مباراة كرة قدم وإحنا جاينا نلعب وأصل يا ما بتسمعش كلامي طب وإنت فيه أنت عندك مهارات تأهلك عشان كده أنا قلت لكم للأسف الشاب والفتاة بيدخلوا وهما في أضعف حالتهم يبقى عندي متعة عندي مسؤوليات بعد كده بتيجي حاجة اسمها تحديات وبتيجي حاجة اسمها خلافات اللي إحنا بتتكلم عنها المخرجات اللي هي الدائرة الأخيرة هي جودة حياة الزوجين أني أشعر أن حياتي جيدة كزوج وأن إضافة بعمل أد أون أنا قيمة مضافة لحياة الطرف الآخر وهو كذلك قيمة مضافة لحياتي طيب تمام يا دكتور هرجع بس ومثلت معلشي أن الأعباء المنزلية الزائدة فعلا بتخلي قابلية الزوج أو الزوجة للاستثار أكثر الإنسان المرتاح المسترخي لما تجي تستفزي لا يستجب الاستثارة بسهولة لكن الإنسان المضغوط الإنسان اللي عنده اللي حسس أن حياته ومتاعته راحت في المطبخ والحلل وخلافه لا استثارته بتكون أسهم ولذلك لازم نقلل لازم نتعلم يا جماعة حاجة اسمها فن تبسيط الحياة فن تبسيط الحياة مش لازم تعملي كل حاجة كل يوم حاول تقسيمي كده حاول تخلي يومين ثلاثة بتعملي فيهم حاجات كتير وتحط في الديب فريزر والباقي متعة كده وأنسى وزي الفل لو أنت شغلك بياخد منه وقت كتير لازم تتعلم إدارة الوقت ولازم تتعلمك ما تاخدش كل حاجة كل يوم كيس يومك ما يبقاش متعبي طب أنا دكتور وعندي حالات كتير أو دكتور أقول لك ما تاخدش كل الحالات لو سمحت لأن جودة حياتك مهمة جدا احنا مفروض بنشتغل عشان جودة حياتنا يعني لو شغلنا أثر على جودة حياتنا يبقى أحنا بنشتغل غلق يعني الراجل اللي بيساعد الست في المطبخ أو حاجة زي كده بتخليها العباء النفسية عندها بتقل والراحة النفسية ما بينها وبين زوجها بتكتر بتعلى السيدة عائشة رضي الله عنها لما سوئت على حال النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يكون في مهنة أهله يعني دايما كان يساعدنا يخصف نعله ويرقع ثوبه كان بيساعدنا في أعمال البيت فالزوج لازم يساعد الزوجة في أعمال البيت وبالتبعية الزوجة تساعد زوجها في ترتيب أوراقه يعني لازم زي ما قلت كده أن كل واحد يكون إضافة في حياتي الثاني ويساعد حتى لو بيهلكش يعني حتى لو يعمل صلطة يعمل حاجة بسيطة من باب المشاركة والتنفيس النفسي عن الزوجة طب المشاكل الزوجية والخلافات اللي بتكون طول الوقت موجود بين الزوج والزوجة طبعا بيأثر في النهاية على علاقتهم يعني مع بعض في أدق الأشياء لدرجة ممكن توصل العلاقة للخرس الزوجي هو يقعد في قوضة وهي تقعد في قوضة مثلا وكل واحد يكون علاقته ما بينهم بتكون شبه مستحيلة ممكن كمان ما يكلش من أكلها يعني بتوصل العلاقة يعني فعلا طلاق بس مع وقاف التنفيذ مع وقاف التنفيذ على الورق فقط يعني حضرتك شايف إيه الخلافات اللي ممكن توصل للخرس الزوجي وإزاي نخرج من الدايرة دي ونعيد العلاقة طبيعية وكويسة من أول وجديد الأمور اللي بتوصل للخرس الزوجي هي النكد المستمر حتى لو كان نكد صغير شوية تماما كما نقول دايما كمن فر من أسد فتكالبت عليه ألف نحلة فقتلته البعض ساعات يقول هو نكد بسيط مش مشاكل كبيرة لازم نعرف أن النكد البسيط دي يا جماعة عامل زي السوس الصغير كده اللي بيأكل من رصيد العلاقة أنت بالنسبة لي بقيت مصدر نكد أنا لما بشوفك بفتكر النكد صحيح لما بشوفك بفتكر سلبياتي وسيئاتي زملتي اللي في الشغل اللي بتقول يا الله بدلتك جميلة برفانك جميل بشوفها بفتكر إيجابياتي فطبيعا أميل شوية النحياتي أو العكس تمام النكد المستمر يا جماعة وإحنا للأسف الشديد ما عندناش مهارة المدح إحنا بنعرفش يمدحها أنا بكي أقابل ناس كتير في حياتي ما أعرفوش يمدحهم إنت أكيد لحصي قبل الاستوديو وأنا بتعرف على كل الناس وبمدحهم إنت قلت لي يا دكتور أنت بتدي طاقة إيجابية للكل لازم الكلمة الطيبة صدقة ما بسيبش حد كده ما تعرفش عليه لازم نتعلم ده تمام ما بنعرفش إحنا نعمل ده إحنا بدي بقى عدين مكشرين كده بكلضمين متربصين كل واحد بيبص للتاني وكأنه بيعمل عليه تحريات وكل واحد متربص ومتخوف من التاني مع أنه لو قمنا سلمنا على بعض وتعرفنا على بعض حنلاقي الدنيا ودودة وجميلة وجوانا حطة طيبة جميلة للأسف إحنا بنعرفش نعمل ده بنركز على السلبيات في حياتنا أكتر من الإيجابيات وبنبني على السلبيات أكتر من الإيجابيات وبنعرفش نمد بسور من الإيجابيات أو الصداقة أو الحميمية بالله شكرك جدا جدا يا فندم وشكرا جدا على حسن المتابعة شاهدين الكرام دمدن في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا